ربيع يعني احنا متعودين في كل مع كل ضيف لما ليجي بنقوله انت بدأت الكرة فين هل في مركز شباب ولا في دورة رمضانية ولا في الشارع ولا مع اصدقاء ولا ولا انت بدأت الكرة في بني سوف الفشن بتزاد اي بدأتها ازاي هو انا حضرتك انا يعني زي ما تأي حد احنا كان عندنا مركز شباب دايما بتلمي فيه ونلعب فيه ونعمل في الدورات الودية كانش عندنا حاجات رسمية خالص والتصنيفه ما كانش في اي قسم من الاقصام كلها حاجات داخلية دورات رمضانية داخلية ونعمل لابتش في الشارع ولا في الحارع لا الشارع لابت طبعا ما فيش حتة في الفشن من الساعة ما مشيت انا مشيت من الفشن وانا عندي 18 سنة فيش حتة ملابتش فيها كل الشوارع كل بس الحارات والشوارع الانه وقت احنا كنا بنعمل الباب والباب جلين ونلعب في الكرة الشراب الصغيرة فانا اصلي ما ويبتي في الكرة الشراب مصنوع كرة الشراب فكنت بجيهد هجامد جدا ودايما ياخدوني في المشاة التحدي يا ربا يا عسين المشاة اللي عاوز يكسب كان لك فرقة يعني بتلفوا فيها بقى على النورات وبتاعه دا كده مرة ما كسب لو مركز شاب مثلا في ميا كنا نروح حتة في اسمها السوق بعيد لو السوق مثلا فيه مشغول الببان بابين في نفس الشارع قدام البيت عندي نفس الشارع البابين ايه بتوع البيوت السكن البيوت تقولوه مجوال الباب وباب ما شاء الله ده مرمى وده مرمى كنا بنقلف ليلة ان هي دي وابر انت بتشوت وواحد فتح الباب بنشوت ما الباب باب بنف الباب انا هفكرك بأحاجة مرة بلعب في دي كرنس كمان انت فكرتني اه فكان الملعب في وسط الـ كان ماتش ودي يعني او كتاكريم بس معرفش المين اه فبراه هرفع كرة ان هيقتي الباب مقفوض فبش عارف اتحرك فبخبط على الباب بتقولهم بس هرفع كرة وقفله تاني على طور بدي بتعوش بتعوش تاني اعنى اجيب الجول اه ايه الناس كانت عددها وليل والشوارع كانت فاضية والناس كانت احنا بنعرف في الاوقات اللي مفوش الناس اه وحتى لو فيه ناس كانوا بيحترموا ان التأسيمة الناس كانت تمشي تعدي باللعيد يعني كانت الشوارع ريئة والدنيا ريئة شوية كان الدنيا فايقة في كل حال اه والناس كانت طيبة الناس طيبة متعاونة طيب هل كان فيه ناس بتلعب معك لعيبة زميلك صغيرين كان ممكن يبقى زي الربيع ياسين ولو فنها كبيرة ولا انت اللي كنت مميز مصر هو انا كنت من فضل الله طبعا مميز اكيد فيك هنحد معايا طبعا بس كل واحد والقدر والنصيب والتوفيق طبعا ان هو الاجيال في الستينات والسبعينات كنت منتشرة وكتيرة جدا كل محافظات كل محافظات مصر فهي قدر يعني انا حضرتك انا مثلا قدر اخترى بيعيسي ان انا بقى اوفق في النادي الاهلي والتوفيق ده اجيبها ده حاجات كتيرة جدا مرت عليك لتلعب في الشارع وتنزل تلعب مع الكلام ده اه طبعا انا الاسرة مكادش بتمنعني ان هي الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها غير يعني هي الحاجة اللي بحبها مليش في حاجة تاني خارة زير لعبة كورة حتى لحد دلوقتي يعني لو متعدي فان انا روح الالعب ماتش كورة كنت متفوق في الدراسة الدراسة كنت ماشي ربع مش لا كنت ماشي عادي دي اللي مثلا خلت الاسرة عندك انك تدي لك فرصة انك تلعب كورة ومس عشان محافظة الدراسة اه هو انا والدي يعني كان موجود بس والدي توفى بدري وانا صغير الله يرحمه ياسا فده برضو سعيدني معلش كان والدي ان انا بيحب يشوفني في البيت والتزم وفين ومتاع وافل علي برضو اتحركت شوية براحت لانه كان بيخاف علي وبدأت ان انا بقى التزم مع الفرة والسفريات هنا وانا على مستوى السعيد بس يا بس بس اول ما فتحت يا نكعة الكورة فتحتها امتى كان سنك كم سنة ونعبتي فين ولا عملتي ايه ولا كمانة اه هو حضرتك وانا انا لعبت من من سن صغير قوي في الشارع والسحاء ومركز الشباب بدأت السنة سن صغير يعني كم سنة لا ده ممكن خمسة وستة خمس سنين اه وانا كان احنا بقى كان الطول كتير اه يعني والجسم يعني ما يبانش علي السن غير الجسم فلاح وواكل بدأت ان انا من خمستاشر ستتاشر سنة اه اوع على ان المدرب يوظفني في المركز باكليفت فهو قال لي تعالى انت ووصفاتك مع ان انا كدامين المدرب ده المدرب كان عندي مدرب الله يرحمه اسمه كابتن شعبان كابتن شعبان اه فكان في مركز شاب الفشل اه وانا هي حدود الفشل اقصاها اه لان اعرف فينه هنا وانتش بتفكر في اي حاجة تالي لا خالص وكنا بنلعب مرة مع ماتش ودي مع بيبة ماتش ودي مع مغاغة ماتش ودي مع بنسوف هيري المحافظات اللي قربة منك بس هو ده الطمور هل انت بدأت باكليفت ولا لعبت في نص الملعب ولا لعبت ستوبر ولا لعبت ايه لا هو انا حضرتك كنت هداف 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 اه هداف موهوب ومهاري المدرب يوظفني باكليفت من ساعتها مشيت باكليفت ليه ليه وفا هو اخترني متعرفش حياتك بقى الحتة دي كانت فضي يا الحتة دي مش عارف ايه لعبت بيها في الصدفة في الحتة دي ممكن هو قال لي انا شايفك ان انت تلعب باكليفت الله يرحمه من ساعتها لعبت ووظفني فعلا وطلقت فيها وابدحت فيها بيتهداها في باكليفت وبروح اسجل باكليفت وبلعب دور هجومي وباكليفت وعندي من الصغر فالموهوبة فرض نفسها بفضل الله تعالى وقدرت ان انا انجح في باكليفت وهو الباكليفت فان ساعت ما وظفني في المكان ده لحد النهاية يعني انتقلت منها دي الآية لحد النهاية وباكليفت يعني